الأمل اللي أنا أخدته إنه بلدنا فيها عقول وفيها أيضا قيادات شغالة ليل نهار علشان نقدر نقف أصاد التحديات اللي بنواجهها كلنا النهاردة مجلس الوزراء أعلن أكبر صفقة استثمارية ممكن نقول عليها بمنتهى الصراحة في تاريخ مصر وذلك بشراك مع كائنات كبرى بهدف التنمية اللي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية طيب حضرتكم عايزين تعرفوا إذا كانت صفقة ما هو أهم ما في هذه الصفقة الصفقة هتعود على المواطن على حضرتك وعلى حضرتك بشكل مباشر وده من خلال دمج استثمارات أجنبية هتساهم في انفراجة أزمة الدولار المستمرة وذلك طبعا احنا متابعينه من فترة وحتنعكس بشكل مباشر على السيولة الدولارية يعني هيكون في دولارات أكثر موجودة في السوق أكيد وبالتالي هتنعكس كمان على الأسعار اللي كلنا بنتمناها يكون فيها ضبط وتفاصيل كمان الحياة اليومية للمواطن ده بالإضافة لأنها كمان هتخلق فرص عمل كبيرة وطبعا ده هيساعد أنه يبقى فيه عمالة أكتر وأيضا عمالة مصرية المهم كمان تشغيل قطاعات اقتصادية مختلفة خصوصا في مجال السياحة ودي نقطة مهمة كمان كدولة أن احنا نعمل شراكات كبيرة مع كيانات استثمارية أجنبية تساهم في جذب أعداد أكبر من السياحة وببساطة كده طبعا هينعكس ده على الاقتصاد المصري وعلى اقتصاد الدولة وخصوصا العوائد الدولارية عايز أقول لحضراتكم كمان أن أنا شخصيا كمواطنة هنا مش كإعلامية عندي أمل كبير أن الصفقة دي تكون بداية لصفقات جديدة لأنها بتعكس كمان ثقة المؤسسات الدولية وده شيء طبيعي لما المؤسسات الدولية هتشوف أن انت بتعمل هذه الشراكات الكبيرة الضخمة في الاقتصاد المصري هتدي أيضا أفاق أكثر وحتدي أيضا يعني تشجيع أكثر وحتفتح كمان أفاق أكبر بكتير للاقتصاد المصري أنه يدخل في شراكات مع كيانات كبرى تساهم في التنمية بشكل مباشر وممتد يعني المشروع اللي بيتعامل هيدخل عملة صعبة للبلد وحيشغل أيضا أيادي عاملة مصرية كمان حيدي دفع للشركات ومؤسسات اقتصادية مصرية أنها تشتغل وتساهم كمان بدورها في دفع عجلة التنمية بشكل أكبر طبعا يعني ده اللي أنا يعني النهاردة كده قلت لحضراتكم واللي أنا حسيته من البيان أعلن مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه من المقرر أن يشهد غدا الجمعة مراسم توقيع الصفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب هذا مراسم توقيع مؤتمر صحفي بإذن الله في هذا المؤتمر الصحفي سيتم شرح تفاصيل الصفقة وذلك سيكون بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا الجمعة بإذن الله طبعا يعني دي كلها أخبار إيجابية وكلها أخبار أعتقد أن احنا حنبقى سعداء بيها جدا وإن شاء الله نتابع غدا هذا المؤتمر لإتمام هذه الصفقة وكل التفاصيل